شرك صرحات الغاضب لعباس على وشك تدمير إمكانية التواجد مع ميرلد مرة أخرى لا يمكن أن يظل الزمرد غير مبال بهذا الوضع الكارثي هل سيتمكن صرحات من العثور على الرقيب نيازي؟ هل سيتمكن إميرلد من إعادة صرحات من طريق لعودة هذا؟ إميرلد يبدأ العمل في ورشة جيهان يكتشف صرحات هذا الأمر في لحظة لم يتوقعها أبدا الزمرد غيور من جيهان ومع ذلك فإن ميرلد مصممة على القيام بالمهمة التي تحبها وبينما يشتبه صرحات في وفاة عباس بسبب وفاة عائلته وعمه فإنه يلاحق الصندوق الأسود لعباس نيازي إرمف من أجل العثور على إجابات لشكوكه عندما أساء سوهندان فهم الخطوة التي اتخذها حميد تجاهه عاد إلى قصر بيميركام ومع ذلك فإن هذا الفصل لن يكون جيدا لأي منهما عباس يغمق عينيه لفصل الزمرد وصرحات لكنه يدفع ثمن كل أفعاله من خلال عدم قدرته على رؤية ابنه حديث الولادة سرحات يسرع إجراءات الطلاق ابنيس يمهد البحر أيضا طريقا لجمعيات أعمال جديدة لتكون دائمة في القصر عباس يذهب إلى السجن بينما يدفع ثمنا ضاهظا لما فعله باميرد فإن الغضب الذي يتراكم بدافله يجعله أكثر خطورة وقال أنه لن يعطي السلام إلى الزمرد وسرحات بعد هذا تبدأ الزمرد في البحث عن والدها عند تعلم ذلك تتخذ جيهان أيضا إجراءات لتكون مفيدة وقريبة من الزمرد الزمرد وجهان يسيران نحو الخطر خطوة بخطوة عندما يتعلم صرحات عن هذه الأشياء يدرك أن إميرد يحاول عمدا إبعاده ومع ذلك من أجل حماية المرأة التي يحبها لا يتردد في إلقاء نفسه في النار يتمسك سوهندان وهاميت بالأمل الذي استولوا عليه من أجل أن يكونوا سعداء لكن في عالمهم كل سعادة لها ثمن أيضا عندما يجتمعون للتو مع بعضهم البعض يأتي الانفصال إلى الباب يبدأ دنيز في وضع خطط أخرى لإزالة الزمرد تماما من حياتهم بينما يعتقد أن الألعاب التي أنشأها تعمل فهو غير مدرك أن الحياة تلعب أيضا ألعاب أخرى له الحالة التي يجمع فيها إيراكا كوديكا بالصرحات وجيهان معا كآبين وضعوا جانبا عدائهم لبناتهم وتصبح موحدة لا تدرك إميرد أيضا أنها تتجه نحو مسار سيغير مصيرها هل سيتمكن عباس من الحصول على حريةه؟ ما هو الخطر الذي ينتظر الزمرد؟ إنه الآن متأكد من أنه لا يوجد أحد في هذه الحياة يؤمن به ويثق به باستثناء الزمرد يقترح عباس أن إميرد غير مستقر عقليا ويحاول إرباك عقل صرحات في حين أن صرحات لا يصدق حتى كلمة واحدة لعباس مفاجأة تنقذ عباس من أيدي صرحات حول كل هذا إلى فرصة يزيل دنيز ميرد من حياتهم ويبدأ في استخدام أوراقه الرابحة ليصبح حقا عائلة مع صرحات وإيشنك إنه يتحرك إلى الأمام بهدوء ولكن بشكل حاسم بعض خطوات حميد تفكك تحيزات سوهندان وتؤدي إلى تطورات غير متوقعة بين الاثنين الزمرد لا تستطيع البقاء في القصر لفترة أطول مخاطرة بإزالة حتى صرحات من حياته يعود إلى المكان الذي بدأت فيه قصته بابا يناير من أجل أن تولد من جديد من الرماد جيهان يقدم عرضا يفاجئ الزمرد بينما لا يعرف زير ميرمت ما يجب الإجابة عليه يتخذ سرهات إجراء لإعادة كتابة مصيره باستخدام زي ميرمت هل سيتمكن صرحات من الخروج منتصرا من الصراع الذي دخله مع القدر إجابة الزمرد على جيهان ماذا سيكون يبدأ الزمرد في تفكر ما حدث في ليلة الحادث كل ما يتفكره يقوده خطوة بخطوة إلى عباس هل وصل عباس إلى نهاية الطريق كان معدد الامتحنات التي سيتعين على صرحات اجتيازها من أجل أن تكون سعيدا مع الزمرد يعتقد دنيس أنه مع ظهور كل شيء ستصبح وظيفته أسهل ومع ذلك فإن ألفيت هي واحدة من العقبات الكبيرة أمام خطط دنيس يتفذ جيهان خطوات جذرية لاستعادة ابنته والعودة إلى حياته القديمة القدر يقربه أيضا من الزمرد سوهندان بعد بعض الأشياء التي سوف يسمعها عن حميد سيتم فصله بين الذهاب والبقاء لقد دخل الزمرد وصرحات الآن في مسار لا رجعت فيه زر مارمت ينظر في عيون سرحات يعتقد أنه يخدع نفسه ومع ذلك حاول سرحات فقط حماية الزمرد ومع ذلك تغلق إميرالد أذنيها على كلمات سرهات سوهندان بعد الألم الكبير الذي عانى منه يبدأ في اتخاذ خياراته الخاصة لن يسمح بعد الآن لأي شخص بالسيطرة على حياته يخوض صرحات حروبا على جبهات أخرى من أجل إبقاء كل من إميرالد وابنته في قلبه ومع ذلك سيكون الباب الذي يفتحه جيهان بداية حرب بين الاثنين لن تنتهي لفترة طويلة في ديسمبر سوف الزمرد تكون قادرة على معرفة الحقيقة التي من شأنها تدمير حياتها صرحات كم من الوقت سوف يحترق من أجل الحب تعلمت الزمرد واحدة من الأسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن منه والبحر حقا انتهت اللعبة التي استسها أزيمت كما أراد تبدأ الزمرد في التشكيك في مضيها وحبها مع سرحات بالنسبة لسرهات لا يوجد سوى الزمرد ولن يكون هناك لكن أثناء محاولة إقناع إميرالد بهذا سيخضع العاشقان لاختبارات أخرى يرفع النيز يده أيضا ليكون دائما في حياة صراحات ويبدأ في اتخاذ خطوات خطيرة تعلمت الزمرد واحدة من الأسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن منه والبحر حقا انتهت اللعبة التي استسها أزيمت كما أراد تبدأ الزمرد في التشكيك في مضيها وحبها مع سرحات عندما تفتح إميرالد عينيها تجد سرهات الحياة مرة أخرى ومع ذلك فقد بدأ انتحان صراحات للتو مهما كان اختبار الزمرد من قبل سيتم اختباره الآن بنفس الطريقة علاوة على ذلك يجب أن يكون سرهات أكثر حرصا حتى لا ينزلق الزمرد من يديه مرة أخرى سوهندان تصل إلى البحر في لحظة صعبة للغاية عندما يتواصل دنيز مع سوهندان للحصول على المساعدة سيواجه أيضا مضيه بمرارة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا إلى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات